موسيقى السلام عليكم ورحبا بكم في حلقة جديدة من شواطئ بلادي اليوم أردنا هنا في شاطئ سيد الباشير ونقى نائض في النقطة أنا أجمل شواطئ في فردة اليوم سنعرفكم على المواصلات لسيد الباشير ونعرفكم على شاطئ سيد الباشير لإعطاءكم معي شاطئ سيد الباشير من أجمل شواطئ مع النقalar المالdock الآن في جماعة البركانيين بدوار ثامتت اللي جمع بين جامعة دي الرسلماء وجامعة اركمان في طريق ساحلية ديال ندور اللي غدية السعيدية ثم قدي تلقى شاطئ اسيد الباشر ودابا غد نوري لكم المواصلات اللي غد يقدروا يجيبوكم حتى الشاطئ اسيد الباشر بمدينت الندور وإلا بغيت تجي لشاطئ اسيد الباشر بمدينت الندور عندك جوج ديال الطرق إيما تمشي لمحطة الطرقية في مدينت الندور تمكينين تاكسيات والكيرا اللي كيد ديو البركان غدي حطك في الجنب ديال شاطئ السيد الباشير غد في خلقي واحد الكولومتر. والطريقة الثانية اللي سهلة غد تمك في جنب المحطة الطرقية كين تمك ستاسيون ديال الطوبيس غدي تشد النمر الرقم تمانية ديال ارقمن بسبعة درام وغدي حطك حدا القرية ديال ارقمن تمك غدي تلقى الفوضاوي او الخطاف اللي غدي يقدر يوصلك حتى الشاطئ سيد الباشير او عشرين درام وفي هذه البلاسة هنا هي غدي حطك الطوبيس الرقم تمانية في القرية ارقمن اللي غدي وصلك بسبعة درام هنا في جنب الجامعة هنا غدي تلقى الفوضاوي اللي هو الخطاف اللي غدي يقدر يوصلك الرس الماء وشاطئ المهندس وغدي يوصلك حتى الشاطئ سيد الباشير هدية الطريق الوطنية ديالي كتدي ما بين السعيدية وما بين النادول هنا غدي تلقى البلاكة وهنا هدية الدخلة اللي غدي يدخلك حتى الشاطئ سيد الباشير اللي غدي يوصلك الفوضاوي تقريبا بعشرين درام بشكل البلاسة وهذا هو دوار سيد وإلا جيتي في التاكسي ولا في الكار ديال بركان غدي يحتك هنا في الدخلة ديال دوار سيد كما كيقولوا لابري فيه بوحد طريقة سيد الباشير هنا يكون الطريق اللي غدي توصلك حتى الشاطئ سيد الباشير تقريبا مواحد الكولومتر حتى الجوج ديال الكولومتر والطريق راباينة ومسرحها حتى الشاطئ سيد الباشير وهذه المنطقة غدي تدوز هنا على الشجر ديال الخروب هنا هي هذه المنطقة معروفة بشجر ديال الخروب الوقيت دياله ما بين شهر ستة وشهر سبعة واللول ديال شهر سمنية وهنايا غدي مقاوم نكملين طريق ديالنا حتى غدي نخرجو هنا يا في الباركينج اللول ديال شاطئ سيد الباشير وهذا وهنا يلا بغيت تزيد تكمل قد تلقى الباركينج الثاني بالنسبة من اللي كيكون عامرة كيكون الباركينج اللول عامر هو غدي اللي لقيت فين تحت الطاو موبيل ديالكينا في الباركينج الثاني غي حتى تقدر تلقى عامر على حسب نتالي شتيت الطاو موبيلة الفوق ولا ما تهبط للتحت وده بقى احنا وصلنا لشاطئ سيد الباشير يلا جيتي مع الخطة فلات الفوضاوي من قرياء ديال اركمان غدي وصل لك حتى البركينج هنا اللول ومتحت تلقى عامر ايضا تزيد الدروش تزيد الدروش غالي ابيتك لهذا الشاطئ هذا اللي عليك ديال ليمن وكينه الدروش هذو اللي سيطيد الدروش على واحد الشاطئ علي الدك ليصر وهنا ايضا معروفة سيد الباشير ايضا القلسة هنا اللي كتعم ما بين تزيد الشواطئ هنا ايضا معروفة سيد الباشير وده بغتي نعرف على الشواطئ والمرافق التي يوجدون في شاطئ سيد الباشير. عندما ندخل الشاطئ سيد الباشير. أحسن قلصة التي تستطيع أن تقلص في شاطئ سيد الباشير هي في الوسط ما بين هذه الشواطئ. تشاهدها في الشاطئ وعطب الظهر للشاطئ. وهنا يوجد الكثير من الزوارق التقليدية والبيضار التي تستطيعها هنا. وهنا الأتمية بالنسبة لما يمكن أن يدخلك على حسب الاشتراك وما يكون الناس. وبالنسبة لماكلة هنا يوجد الماكلة هناك طواجن أو الحوت أو أي شيء ستجدها في شاطئ سيد الباشير. وهذا سوف ندخل بكم جولة في الشاطئ الذي يدخل بالنسبة لشاطئ سيد الباشير لا يوجد الكثير من الزوارق لنجد الكثير من الزوارق وبالنسبة للشاطئ هنا يتساعه كبير وهذه هي الرملاء وبالنسبة للرملاء تقريبا كابلين بحل 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 غير هذا الشاطئ هذا عنده تساعه ما بين الجبال والماء والشاطئ الآخر ضيق قليلا. وبالنسبة كل ما زلت باعته تزيد تلقى الراحة وهنا سنذهب إلى الجنب وصبح الله هذا الماء بقوة هذه الصفاة تضرب شعومة. وبالنسبة للشاطئ سيد الباشير من أجمل شواطع في العالم والذي صنفته هو جريدة أمريكية من سادس أجمل شواطع في العالم بسبب هذا الجبال وهذه الطبيعة وهنا في هذه المنطقة تزوينا وحتى من المياه تشهيك وتضرب شعومة وبالنسبة للجودة المياه للشاطئ سيد الباشير المياه صالحة للسباحة وبالنسبة للشاطئ لا يبرد لا يرى بحل بعض الشواطئ الذين يكونون بردين وتشعر بذلك الرشفة وهنا بالنسبة للأكوة الأكوة الأكوة قليلة هنا يبني في الشامل بعض المرات تهيج عليهم وهنا يكون استمتع نبات الشاطئ وهذا وتشعر برأسك أن تعمل في شاطئ زويل وهذا سيذهب إلى الشاطئ الذي يديك الليسر بالنسبة له من الذي تثبط في الدراج يثبط على الليسر هنا تلقى هذا الغار وهذا هو الذي يديك للجهة الأخرى بالنسبة من الذي يكون هابط الماء يمكن أن تدوز على البحر ولكن من الذي يكون طالع الماء و لا يريد أن تفزق يمكن أن تستعمل هذا النفاق هنا هو الباب وهنا الماء من الذي يكون هابط كالدور وهنا هذا الشاطئ الذي يديك لا يصر بالنسبة لهذا الشاطئ والجبال والجبال تسعة ضيق وهنا وهنا هنا الماكلة وأي حاجة احتجتها غد يتلقى هنا غير هنا هنا وثانية الجبال وموراك شي حاجة بالنسبة لجودة المياه هذه الشاطئ هذا نفس الجودة المياه صالحة للسباحة والمياه دافية وبالنسبة له هذه رفعة اللي براسول فيها الماكلة غير هي مابين البحر والجبال ضيقة ماشي بحل الجهة اللي على اليمن وهنا بالنسبة للكيرة هنا في دوار سامزيت شاطئ سيد الباشير الكرة قليل كيل الكرة ولكن قليل مكنيش ديور بالساف وبالنسبة لأقرب بلاسة اللي غتي تقدر تجيبك السيد الباشير اللي تقدر تكري فيها هي رس الماء قبوية مكرة موجودة للكرة وموجودة لديون منسبة لشاطئ السيد الباشير أي واحد كان في الناظر والذي في بركان والذي في وجدة والذي في المناطق القرابة في هذا الشاطئ ضروري يجيزون هذا الشاطئ لأنه من أجمل شواطئ في المغرب وكتحس برأسك في رقف شاطئ زوين وهنا نكون سعلينا الفيديو واي استفصال مرحبا بكم عندي في الانستغرام اقريق بي فلوغراني كنجاوب كل شي وتسنوا شواطئ بزاف ولبغيت تتعرف على الشواطئ بزاف دي المغرب ما عليك غير دخل عندي البلايليست دي الشواطئ بلادي يا الله صلى الله في رأسكم